طيب خليني أقول لك أكلم بقى في كرة شايف منتخب مصر إزاي والنهاردة يعني أول تدريب للمنتخب في كوديفور بنستعد لمباراة يوم الحد لنستحية بالنسبة لنا أمام موزنبيك إن شاء الله والله أنا شايف بصراحة أن النسخة دي بالنسبة لنا هي النسخة أعتقد أن إحنا مفهود نبقى أفضل نسخة من بعد جيل الكابتن حسن شحات ليه بقولي الكلام ده؟ لأن إحنا لو بصينا المشاركات اللي إحنا شاركناها 2017 مثلا مع هيكتور كوبر إحنا كان المنتخب كله كان عبارة هجوميا كان النسبة الأكبر لصلاح وعبدالله السعيد عبدالله السعيد هو اللي بيلعب لصلاح وصلاح بيسجل والباقي بيدافع ده اللي كان الشكل مع هيكتور كوبر واللي وصلنا لكاس العالم 2019 يمكن الشكل ما كانتش أحسن حاجة ومستر أجيري الدنيا معاه ما كانتش مظبوطة خلص وما كانتش فيه شكل في الملعب كيروش عمل أنا شايفه بصراح عمل إنجاز كبير إن هو رجل السلم المهم في فقط قصير وقدر إن هو يوصل النهائي بس برضو كان بشكل اتفاعي لأنه هو رجل بيلعب لعب واقعي أنا عارف إمكانيات لعبتي وبرضو رجل كان عنده نقص في مراكز كتير النسخة دي لأ أنت ببص على القائمة بتاعت المنتخب كل مركز في لاعب واثنين بجودة عالية هلواتي من شايفين صلاح الرجل أحسن ثلاث لعباء في العالم ومكسر الدنيا مع ليفر بول عمر مرموش مكسر الدنيا في ألمانيا مصطفى محمد مكسر الدنيا في فرنسا طيب مهمة جدا أن أنت دلوقتي بيع عندك تنوع في نص الملعب خاطة الدفاع برضو ناحية اللي مين محمد هاني وعمر كمال ناحية الشمال فتوح ومحمد حمدي حتى قلوب الدفاع وطبعا الشناوي طبعا والشناوي وصبحي هو بجابل فأنت عندك معظم المراكز كل مراكز الهجوم مصطفى محمد وكهربا ومرموش بيلعب مهاجم صح فأنت كل المراكز بالزبط فأنت كل المراكز عندك لعب ومنين جهزين وكلهم فرمة عالية فإن شاء الله الناس منتظرة أن أنت تلعب كرة وتكسب مش بس أن الناس بصراحة عندما الناس في مصر بتحب تتفرج على كرة طيب توقعاتك إيه المجموعتنا مجموعة منتخب مصر إن شاء الله نكسب موزنبيق والرأس الأخضر وممكن نتعدل مع غنة إن شاء الله نصعد أول بس إحنا خليباك إحنا أحسن من غنة كتير دلوقتي غنة مش في مستواهم بتاع قبل كده عارف بس إيه أنا أنا بحس إيه لما نكسب تلعب موزنبيق يعني إحنا حتى النسخة اللي فاتت خسرنا أول موزنبيق من ناجيلة وكسبنا الموزنبيق اللي بعد كده وإحنا دايماً بيبقى النص اقتصاعدي يعني في البداية مش بتبقى أحسن حاجة وبعد كده بنزيد فأنا شاف إن إنك حتى لو جمعت سبع نقط وصعدت أول مجموعة دي برضو حاجة مش وحش أخلص بالعكس طبعاً بتديك دفع بعد كده لكن بقى لما تكسب التالب موزنبيق ممكن تحس إن انت بقى إيه خلاص ضمانت الدنيا فيحصل مشكلة في الأدوار اللي بعد كده لكن إنت في النسخة الحالية بمجموعة اللعبة الموجودة مع فيتوريا وبالأداء اللي إحنا بنشوفه إن محمد صلاح ما بقاش بس اللعيب اللي هو بيسجل نعم فارق جماعي بالضبط هو اللي بيعمل أسستات وبينزل وبيخش في القلب وبقى فيه حتى شكل خططي انت شايفه وزيزوا لما بيلعب بيروح وين جيباكي مين يشتغل وصلاح يخش في العمق فكل الكلام ده إحنا بنشوف تنوع خططي مع فيتوريا فإن شاء الله بإذن الله إحنا مستنيين أداء كويس جداً من المنتخب مع النتائج طيب إديني أربع فرق مرشحين للفوز بالبطولة بالبطولة كنت فرطة ما نعرف هلما لك الفيديوهات دي حجبها لك بعد البطولة أو يعني دي أربع منتخبات بالترتيب ولا لا بالشرط قول لي أربع منتخبات اللي هما الأقوى اللي انت شايفه من وجهة نظر السنغال كوتيفور مصر إن شاء الله ونيجيريا نيجيريا المفروض بصراحة يعني النسخة اللي فاتت عملت دور مجموعات مرعب كت معنا في المجموعة وعندهم اللي هي بأقوية جداً بس هما نيجيريا سبحان الله كل بطولة بيروحوا بدري بس ده نيجيريا لسه مغلوبين من غنيا دين بالزبط كمجموعة أفراد عندهم أفراد أقوية جداً لكن فيه كاميرون طبعاً شخصية رهيبة طبعاً فبرضو ممكن تليون دخلين لا قول لي أربع حصلت كمان ما قلش المغرب والجزائر وتونس بس المغرب كاس عالم المغرب تخصص كاس عالم أنا بحس إن العيبة المغربة في كاس الأمم مش بيركزوا فيها أوي لكن كاس العالم بيكسروا الدنيا الجزائر بصراحة بعد الدروب اللي حصل في النسخة اللي فاتت كان بصراحة مفوط يعملوا إحلوة تجديد أكتر من كده وكان بصراحة كنت شوفناهم كان مفوط برضو يغيروا المدرب فإن شاء الله بإذن الله برضو يوصلوا مربع زي بلا لكن أنا مش حاس